السلام عليكم طلاب الصف الرابع كيف حالكم و اهلا بكم الى درس جديد ضمن سلسلة تعلم اللغة الانجليزية اليوم سنتحدث عن الانشطة التي نقوم بعض من الانشطة التي نقوم بها كل يوم نشوف الانشطة reading a book reading a book reading a book قراءة الكتاب او قراءة كتاب drawing a picture drawing a picture drawing a picture رسم صورة painting a picture painting a picture painting a picture رسم لوحة او تلوين لوحة riding a bike riding a bike ركوب الدراجة riding a bike ركوب الدراجة riding a horse riding a horse ركوب الخيل going for a walk going for a walk going for a walk الذهابوا للتمشي الذهابوا للتمشي going for a walk listening to music listening to music listening to music الاستماع للموسيقى thinking 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 الغناء dancing 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 الرقص doing a puzzle doing a puzzle doing a puzzle حل الأحجيات doing a puzzle حل الأحجيات doing a puzzle doing a puzzle لعمل أشكال مختلفة يعني منطوي الورقة مشان نعمل مسلا طيارة منطوي الورقة مشان نعمل سفينة ففي عنا الورق ورقة الدفتر منطوية مشان نعمل منه أشكال حلوة هذا العملية اسمها التقاط الصور شايفين شون عابيصور عابيصور صنجاب على الشجرة القفز على الحبل القفز على الحبل skipping a rope fishing 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 صيد السمك نرجع من نقراه reading a book drawing a picture painting a picture riding a bike riding a horse going for a walk listening to music sinking dancing doing a puzzle doing a puzzle doing origami swimming taking photos skipping a rope fishing لهم بيكون يجينا لنهاية درسنا اليوم مطلوب منكم انه تكتبوا الكلمات عنكم على دفتركم وتحفظوا معانيهم ولفظهم الصحيحات see you soon goodbye بالأسف بالأسف